مرحبا حملة شهدتها دالية الروشة لتنظيف الشاطئ عم بتلاقي صدع مواقع التواصل تحت هاشتاغ بلا بلاستيك هدف الحملة حسب المنظمين هو مش فقط معالجة مشكلة النفايات وانما تغيير العادات اليومية عبر رفع التوعية حول اثار استخدام اي من المنتجات اللي بتحتوي على البلاستيك يذكر ايضا ان جميع العبواتي اللي تم جمعها رح يتم استخدامها بعمل فني عام يقوموا في طلاب الجامعة الامريكية بيرمز لغزو البلاستيك ورح يتم عرضوا بمهرجين اهدن بـ 12 أب مننتقل مع خبر مؤسف لجميع مستخدمي فيسبوك وغروب لتنظيم تواصلهم مع اصدقائهم ومشاركة اخبارهم بشكل اسهل ومحدد لانه التطبيق رح يتم توقيفه حسب ما اعلنت فيسبوك ابتداء من الشهر القادم فيسبوك ما قدمت اسباب كافية لتوقيف هالتطبيق غير رغبطه بتطوير مجموعات تطبيق فيسبوك الرئيسي وتحسين المميزات يلي بيوفرها للمستخدمين ومن تغييرات فيسبوك من روح سناب شات يلي عم بتعاني من حذر وخوف عم يعيشه المدير التنفيذي من بعد نسخ معظم مميزات تطبيقه وسرقته هالحذر المبرر عم يعاني منه موظفي سناب شات البلغ عددهم 2500 خاصة من بعد خطوات الحماية الإضافية يلي تبعتها الشركة خلال الأشهر الأخيرة من بعد حادثة تسريب ميزة الخرائط للصحافة قبل أيام من أعلانها بشكل رسمي الشي يلي دفع الرئيس التنفيذي لإرسال رسالة لجميع الموظفين ضمنت عبارة الشعور بخيبة الأمل ليلحق هالشي إجراءات خصوصية صارمة أكتر مع الموظفين وخبرنا الأخير مع كوفرز هواتف آيفون البراقة يلي انتشرت مؤخرا ويلي تم سحبها من الأسواء من بعد إصابة حوالي 24 شخص استخدموها بحروق بلغة حساسية وبثور وهالشي بسبب تسرب السائل يلي جويتها من بعد أي وقعة بيتعرض للهاتف أكتر من 275 ألف كوفرز تم سحبهم من أهم المتاجر بالسوق من بعد مطالبة الشركة المصنعة بسحب البضاعة مباشرة ولكنها رفضت ذكر نوع السائل المستخدم داخلها الأغلفة ومع هالخبر الصادم أنا بدي أودعكم لمزيد من التفاصيل تابعونا عبر صفحة ترينز أو عبر صفحاتي على فيسبوك، تويتر، إنستجرام، سنابتشات وما تنسوا تتاج أنت هاشتاج ترينز حتى نقدر نتبع أخباركم ونقولها بنشرات لاحقا باي